أننا كمسلمين عبيد لله سبحانه نحن عبيد لله ونفخر أن نكون عبيدا لله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على أن نكون عبيدا له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فنحن عبيد لله ومن شأن العبد أن يطيع سيده فمن شأننا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا عز وجل ولا نقدم قولا على قوله ولا رأينا على رأيه سبحانه وتعالى ولا اختيار على اختياره عز وجل فأقول ليس لنا أن نجالس من شئنا ولا أن نجلس في أي موط شئنا وليس لنا أن نتكلم بما شئنا وليس لنا أن ننظر إلى ما شئنا فلا ننظر إلا إلى الحلال الذي أحله الله لنا فالذي أحل الله لنا النظر إليه نظرنا إليه وإلى لو في هناك منظر محرم لا يحل لي النظر إليه إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤول ليس من حقي أن أتكلم بالذي أشاء إذا كان لغوا أو فسقا أو زورا ليس لي من حق أن أتكلم به وإنما أنا عبد كلام الذي يرضي الله وأباح الله لي أن أتكلم به أتكلم به وهذا من مضامين إسلامنا فلسنا بليبراليين الذين يقولوا قائلهم أن تحر لما لم تضر وليس ولسنا بعلمنيين الذين يقولون إننا أعنيهم يقولون عن أنفسهم إن الدين اختصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج لسنا بليبراليين ولسنا بألمنيين ولسنا بديمقراطيين الذين يقولون إن الحكم للشعب بل نحن نقول إن الحكم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى فليس لنا أن نجالس من شئنا إذا وجدنا مجالس فيها هجوم على الدين إما أن ندافع عن ديننا إذا وجدنا مجالس فيها خوض في الدين وسخرية بأيات الله نترك هذه المجالس ونبتعد عنها ونجلس مع أهل الفضل ومع أهل الصلاح ليس من حقنا وليس لنا أن نجالس من يسبون ديننا ويطعنون في ديننا ويستخفون بأيات الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في أيتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين نترك هذه المجالس مجالس الباطل قد قال تعالى الذين هم عن اللغو موردون وقالوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون ولكم أعملوكم سلام عليكم لن نبتغي الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كرام هذا شأننا لأن الجليس يؤثر في جليسه وقد تأتي كلمة تلوث علي ذيني ووجود إقرار لهم وقد قال تعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص البلاء والعذاب لا ينزل فقط على الخائضين في آيات الله بل ينزل أيضا على من صاحبهم فلنكم من هذا على حذر ولنصادق الصالحين ليس من حق أن نصادق من شئت إنما أصادق أهل الفضل وأهل الصلاح الذين يعينوننا على أوامر الله والامتسال لها ويعينوننا على اجتناب ما نهان الله تعالى عنه لا يخفى عليكم أننا جميعا نوقن بأن الصديق يؤثر في صديقه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا فإلزمنا أيها الإخوة أن ننظر من نصادق من نخالل أهل الإيمان إذا جالستهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربي في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم ولو قد غفرت في الحديث الطويل المعروف الثابت الصحية هم القوم لا يشقى بهم جلسهم ولا تغفى عليكم مقولة الإمام الشافع المنسوبة إليه حب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة والأبيعة الطويلة المعروفة في هذا الصدد رحم الله تعالى الإمام الشافعي